اما ان يقول انه هاي اللي يكتبوه احيانا بعض المجلات انت برجك شنو برج الدلو لو برج الميزان لو برج الثور لو برج المقدري شنو اذا برجك هالشكل ترى راح تحصل راح تحصل كذا فلان شغلة وباشر يجيك خبر مفرح وعقب باشر يجيك خبر محزن شلون من يقول هالشكل يقول الابراج تقول هالشكل النجوم زين هي النجوم هي تسوي شغل اذا قال ايه هي تأثر هذا اصلا كفر كفر بالله عز وجل لا مؤثرة في الوجود الا الله سبحانه اذا قال زين الله عز وجل وذوله هالنجوم هذا صار شرك الاول كفر الثاني شرك يقول الله وذوله وبعض الناس يقول للواحد الله وانت لو مو الله وانت شان ما صارت عجيب الله وانت تحط انت مع الله سبحانه قول الله عز وجل انت جزاك الله خير ما قصرت ان شاء الله الله عز وجل يعوضك الله عز وجل لين قلبك لي ولو الله عز وجل مملينهم ما تشان درت لي بال مثلا اما الله وانت غير شغلة يعني الشرك هو ما يقصد الشرك لكن يشبه الشرك عموما اما اذا قال لا انا لا اقول هي مؤثرة بالاستقلال ولا اقول تشترك مع الله سبحانه في التأثير اقول ان الله عز وجل قد جعل في هذه النجوم تأثيرات معينة الله سبحانه وتعالى جعل فيها هذه التأثيرات هذه مرة تأثيرات قلت معقولة يقول مثلا راح تأثر على النباتات في الفترة الفلانية يقولون اليوم القمر مثلا يصير قريب البدر وسط الشهر يصير مد في ماء البحر لانه القمر يقترب من الارض فجاذبيته تسحب الماء يصير مد من ينزل يبتعد يصير جزر الماء يروح ايه هذا كلام معقول ما في اشكال اما ان يتكلم انه راح تجيك اخبار سعيدة اخبار حزينة صحتك تسوء صحتك تتحسن هذه كلها ليست صحيحة ولا يجوز الاعتماد